للحديث بقية الشريعة الإسلامية من نظم أخلاقية الأخلاق الإسلامية يقنع بها أو يقتنع بها العقل السليم ويرضى بها القلب فالإنسان يجد مع أخلاق الإسلام ارتياحا واطمئنانا تجاه هذه الأخلاق العظيمة وبطبيعة الحال يجد الإنسان قلق تجاه الأخلاق السيئة الأخلاق الإسلامية مشاهدين الكرام دائما تجعل الإنسان مسؤول عما يصدر منه في كل جوانب الحياة سواء كانت المسؤولية دي مسؤولية شخصية أو مسؤولية جماعية لا تجعل الإنسان اتكاليا لا ينظر إلى ما يدور حوله ودي خاصية من أعظم الخصائص اللي انفردت بها شريعة الإسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول وَمَا يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وربنا سبحانه وتعالى بيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آيات كتيرة جدا في القرآن الكريم بتبين لنا مدى هذه المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان وما يصدر منه حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم وده تحذير شديد جدا مشاهدين الكرام من أن يقع الإنسان بالخطأ في لسانه فيقع في عالم أو يقع في ثابت من ثوابة الإسلام أو يقلد هؤلاء الذين يطعنون في دين الله سبحانه وتعالى فيخطي خطأ بسيط بسيط جدا يقع به في ما حذر عنه منه النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعني بالمسؤولية العامة الجماعية هذه المسؤولية التي تراعي الصالح العام للناس فالإنسان ما يكونش إمعه يتحرك كيف ما أراد الناس بل يكون إيجابيا مع المجتمع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا ما يستطع في لسانه فإلا ما يستطع في بقلبي وهذا أضعف الإيمان ليؤكد على التفاعل الإيجابي بين الإنسان والمجتمع نقطة أخرى أن العبرة بالظاهر والباطن من الأعمال لا تكتفي بالظاهر إخواننا الكرام ولا يحكم على الظاهر بالخير والشر أبدا بمقتضى الظاهر بل لابد أن يمتد الحكم ليشمل النواية والمقاصد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالإسلام يعظم النية ويراعي نية الإنسان في الحكم على الأعمال نقطة أخرى قبل أن أتطرق إلى تفاصيل موضوع الحلقة نقطة الرقابة الدينية مراقبة المسلم لله سبحانه وتعالى في جميع أمور الحياة الرقابة دي في أخلاقنا الإسلامية لها مدلولها المستقل المختلف عن الرقابة في مصادر الأخلاق الأخرى الرقابة في الإسلام رقابة ذاتية في المقام الأول هي رقابة تنبع من التربية الإسلامية من إقاذ الضمير من أن المسلم يعلم أن الله معه سبحانه وتعالى الله يطلع على حركاته وسكناته الله رقيب عليه سبحانه وتعالى بالتالي المسلم لا يحتاج إلى رقابة الغير الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم ويقول سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى أيضا الرقابة أو الأخلاق في الإسلام بترتبط بالجزاء الدنياوي والأخروي أخلاق الإسلام ترتبط ارتباط وثيق جدا بالجزاء ليه أنا بأعمل المقدمة دي؟ عشان أوضح لحضراتكم الآن الفارق الكبير جدا 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 بين الأخلاق في الإسلام وبين الأخلاق عند الملاحدة سواء كان في الغرب أو غيرهم ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام جعل عظم الجزاء عظيم جدا جدا للأخيار من الناس ومن ذلك ما أعده الله لهم في الأخيرة سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن الطيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم كذلك وعدهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالجزاء العاجل قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب أما عديم الأخلاق أو الأشرار بشكل عام توعدهم الله سبحانه وتعالى كما في قوله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسه والحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود إلى آخر الآية قضية الأخلاق قضية مهمة جدا جدا ومهمة جدا نسأل الآن كيف انتهت معركة الأخلاق بين الإسلام والغرب وما دلالة ظهور الأصوات الناقدة بعنف لمسلك الحضارة الغربية الأخلاقي في قضايا كثيرة زي النسوية والشزوز يشاركنا عبر الهاتف الدكتور محمد جاد الزغبي الباحث في القضايا الفكرية الإسلامية المعاصرة يا مرحبا دكتورنا الحبيب أهلا وسهلا 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 عبدالله رضي الله عنك يا دكتور وبرك الله في عمرك في طاعته كل عام وأنتك بخير وحضرك بخير تسعدنا دائما بهذه الإطلالة التي تطلها علينا رضي الله عنك دكتور محمد بنتكلم عن قضية غاية الأهمية غاية العظمة في الحقيقة غاية الأخلاق هذه الأخلاق العظيمة التي أتى بها الإسلام وعظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن أحسننا أخلاق من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن ربنا رزقنا إياكم الجنة وما يقربنا إليها من قولنا وعمد السؤال الآن كيف انتهت معركة الأخلاق بين الإسلام والغرب اليوم وما دلالة الأصوات الناقدة بعنف لمسلك الحضارة الغربية الأخلاقي في قضايا مهمة هاخد منها قضايا النسوية قضايا الشزوز الجنسي وغير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا الموضوع نفسه من أهم الموضوعات نعم لأنها لا تسمح بظهور أصوات تخالف الأصوات الأيدولوجية الحاكمة أو الناقدة نعم بمعنى أن ظهور النقد للمعايير الأخلاقية التي اختطتها الغرب لنفسه عن طريق النخبة الحاكمة لا زالت موجودة في الغرب مزنوا لشأتها ولم تسقط بحدوث التطور في نظم الحكم الذي بدأ منذ عهد السورة الفرنسية نعم بالذات في مفهوم الأخلاق وقد تفضلت حضرتك ببيان أهمية الأخلاق في العموم لكل المجتمعات وكل الأديان فضلا على أهمية الأخلاق في الإسلام نعم موضوع الأخلاق بالتحديد كان مثال معركة وحتى أدلل على أن الأمر كان من البداية هناك كبت ومحاربة لمن يحارب الاتجاه الأيدولوجي الغربي الجديد الذي ظهر بعد السورة الفرنسية هناك مفكر طبعا الأصوات الناقدة ظهرت من مفكرين نعم لكن هذه الأصوات رغم أنها كانت قلة في زمنها إلا أنها كانت تخاطب الفطرة حقيقة ذلك أصبحت لها إيمان أو شغف لدى جموع المثقفين هناك نعم رغم أنهم لم ينتصروا في تلك الفترة آه لم ينتصروا وإنما جعل انتصار في العصر الحديث ولكن مع ذلك دلالة الفطرة سحمت كما نشهدها جميعا عند أي شخص مهما امتلكت حضرتك من العلم أو من الدراية أو من الفكر أو من اللسان الذي يجيد الحديث أو يجيد الإقناع فلن تمتلك قوة التأثير الذي يمتلكها شخص ينطق بمقولة تطابق الفطرة لدى أي شخص نعم لابد أن ينتصر ففيه مفكر من كبار مفكر الغرب يعني حاجة كده عملاقة يعني فيه ظهر فيه بدايات القرن العشرين وهو أزولد شفلنغر هذا الرجل وضع كتاب من جزئين بعنوان تدهور الحضارة الغربية أنا أدعو أي باحث في هذا المجال إلى أنه يقرأ هذا الكتاب تدهور الحضارة الغربية الحضارة الغربية نعم هذا الكتاب يعتبر الأم هو أحد الكتب الأمهات في مجال المعركة الأخلاقية في الداخل الأوروبي لأنه ظهر في وقت مبكر قال عنه المفكرون أنفسهم أن هذا الكتاب بلغ من الأهمية أنه صنف على أنه أهم كتاب فكري صدر في القطاع النصف الأول من القرن العشرين نعم الغريب أن الغرب أنا أقصد العلمانين العرب أو المثقفين ذوي الانتماء الغربي لم يأتوا بسيرة هذا الرجل أبدا أمامنا نعم وأنا هنا لا أتحدث عن رجل ليس له حيثية نعم بل أتحدث عن رجل له قيمة وقامة في الغرب هذا الرجل عندما وضع كتابه تدهور الحضارة الغربية نعم ستلاحظ أن التوقيت غريب جدا فالنصف الأول من القرن العشرين كانت الحضارة الغربية في قمتها آه وتسعى نحو التعمل في مجال التكنولوجيا والتعمل في سائر المجالات آه فلماذا وضع هذا الرجل أطوار انهيار المدنية والحضارة في مثل هذه الظروف ما الذي دفعه إلى ذلك لا والعنوان كمان كان قوي جدا يتحدث بهذا العنوان انهيار الحضارة الغربية بيؤكد اللي احنا قلنا في البداية ان الحضارة الحقيقية وما أتت به شريعة الإسلام لا الحضارة لا يعني اسمح لي أن أعدل فضل العبارة لتصلح على المجتمع الغربي أن الحضارة العقلية هي موافق الفطرة الحضارة الحقيقية هي موافق الفطرة صحيح صحيح وهذا ثابت لدينا في الإسلام الارتباط بين الإسلام والفطرة نعم فالرجل وضع نظرية عجيبة يعني عجيبة أن تخرج هذا الصوت بكل هذه القيمة في ذلك الوقت ليقول مثل هذا الكلام فقال أن أطوار تشكل المدنية ستعاني الهيارا مؤكدا طال الزمن أم قصر عن طريق ثلاث مراحل أولا التململ من القيم الحضارية القديمة بمعنى أن التقدم العلمي التقدم التكنولوجي سيدفع الإنسان حتى يفهمنا المساهد سيدفع الإنسان إلى الاهتمام بالماديات وعدم الاهتمام بأي شيء له قيمة معنوية طالما أنه ليس له قيمة مادية ضف إلى ذلك بغي يعني حط تحت هذا البند حط بند الأخلاق وبند الإلكزام بند الشرف المروءة لا هو عايز الأشياء المثمنة كل شيء له مقابل فتبدأ بالتململ من القيم ثم تتجاوز المدنية هذه الأخلاق الجديدة تتجاوز المدنية للحضارة تتجاوزها فيتململوا من هذه الأخلاق ويعني يضعوها جانبا ثم تأثر مرحلة تالية من الهيار المدنية الذي حدث التنأم في الغرب ما معنى الهيار المدنية وده عفوا دكتور محمد يعني قبل أن نتحدث عن هذا الانهيار ده حصل بشكل واضح جدا جدا للمتتبع لتاريخ الغرب في الترويج الآن للمثلية الجنسية والترويج لقضايا النسوية والترويج للحراف الأخلاقي حصل تطور رهيب يعني بعد أن كان المجتمع يلفظ هذه المصطلحات وهذه الأفكار بدأ يروج لها بل وبدأ يحاول قدر الإمكان أن يضيق على من يرفضها قبل أقل من مائة عام فقط أنا لا أتحدث عن آلاف الأعوام قبل أقل من مائة عام وكانت العقوبات الجنائية للأفعال التي تقنن الآن الشذوذ والنسوية وما وغيرها عقوبات شديدة في الردع بل وصلت العقوبات حتى إلى الماء الملبس يعني نحن لدينا أفلام وثائقية أتت بلقطات تتعدى مية ومية وخمسين سنة من قلب أوروبا وهم في زي الاحتشام وهناك ثورة تجاه هذا التغير الأخلاقي في ارتداء الملابس بالنسبة للنساء تدهور أخلاقي بالنسبة لشيوع الخمر يعني لا تصدق أن هذه الأمور كانت في أوروبا كانت موجودة أما الآن فقد وصلنا أن المفكر أمريكي مسلمات آرسل خرج ليقول في خطاب علني أن الشذوذ الجنسي مؤامرة أخلاقية فادحة الأثر لأن الأمر لم يعد يقتصر على منح الحرية للشواذس في المجتمع الأمريكي بل تعدى على ذلك في عام 2003 بمنحهم حق الحرية الجنسية بقوة القانون ثم حق الزواج الكنسي بقوة القانون عام 2015 ثم وصل الأمر في 2020 إلى أقصى مدى بتدريس وإغراء الأطفال في المدارس بالشذوذ الجنسي وعدم منحهم القرصة ليكونوا رجالاً أسوياء ثم أضاف بالنص وهذا معناه انهيار المجتمع بأكمله ولهذا قلت وأحذر بأن الغرب الآن في اتجاهي على الصقود وهذه شهادة كفاءة وإيجادة ليش بلندر في كتابه الذي كتبه قبل ثمانين عاماً طيب دكتور محمد يعني أنا يعني محتاج أكمل مع حاك إن الموضوع مهم جداً وخطير في الحقيقة لكن سمحني لأن الوقت للأسف انتهى فأنا عاوز أخذ وعد من حضرتك نكمل لأن احنا لسه يعتبر ما نقشناش الموضوع كما نريد يعني هي مجرد مقدمة وسنكمل إن شاء الله طيب كل الشكر والتقدير يعني للدكتور محمد جاد الزغبي الباحث في القضايا الإسلامية المعاصرة على هذه إطلالة التي تحدث بها مشاهدي الكرام التي تؤكد على أن ما قلناه في بداية الحلقة شريعة الإسلام أخلاق الإسلام هي أعظم حضارة في هذه الدنيا هذا ما أكده القرآن وما أكدته السنة النبوية المطهرة ولذلك أنا دائما ما أدعو هذه النخبة المثقفة التي تطعن دائما في تراثنا وفي أخلاقنا وفي قيمنا الإسلامية بشكل عام ألا يقرأ هؤلاء المثقفون ما بين الأقواس ألا يقرأ هؤلاء في كتبنا قبل أن يصدروا الأحكام التي يتم من خلالها الطعن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والترويج للأخلاق التي تأباها الفطرة السوية ويرفضها الإسلام بطبيعة الحال محتاجين مشاهدين الكرام ناقد بالنا من هذه القيم التي يريد البعض هدمها ويتم ترويجها لنا للأسف الشديد محتاجين ناقد بالنا من أبنائنا وأولادنا عشان نحافظ على أخلاقهم ونحافظ على ثوابت وقيم هذا المجتمع التي أصلها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث ذو الشجون لكن وقت الحلقة انتهى على أن نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى شكرا الله لكم والسلام عليكم ورحمته وبركاته